اشتركوا في القناة كيف تحلل المواقف كيف تستفيد من قوة المحرك لا يزيد تدريبك التحليل بالشطرنج مهم جدا لانه عامل من عوامل مهمة للتدريب الزاتي شو منقصد بالتدريب الزاتي الشطرنج بتميز عن غيره من العلوم انه فيك تتدرب بنفسك بدون حاجة لمدرب انت فيك تتدرب بنفسك وتوصل للتقييم تقريبا 2300 بعد 2300 انت بحاجة لمدرب كيف رح تتدرب هذا الشي رح نتعلمه رح نشوفه بهالكورس طبعا اي التدريب الزاتي محتاج لافتتاحيات لنهايات لوسط دور ولكن جزء مهم من التدريب الزاتي هو التحليل فرح نشوف بهالكورس كل شي عن هالموضوع ورح يكون بحسنا ومعظم هالكورس هو تطبيق درويد فيش هو التطبيق الاهم بالعالم للتحليل رح نشوف اسراره رح نشوف خفايا رح نشوف معلومات مهمة بتلزم كل المستويات حتى المستويات الكبيرة طبعا الدرويد فيش بحر كامل رح نشوف معظم هالمعلومات والدرويد فيش في ميزات كتير في تنصيب محركات فيه داتا بيز رح نشوف كل شي كيف تفهم رموزه كيف تفهم هالخوارزميات اللي عم تنكتب تحت كيف تتعامل معه كيف تحفظ مبارياتك كيف تسترجعها كيف تحللها كيف تقوي المحرك فيه لدرجة انه قوته تضع تضاعف اضعاف مضاعفة لدرجة انه تصير محركك لا يقهر بالفعل كل هالشي رح نشوفه بهالكورس ان شاء الله رح يكون مختصر يمكن ست او سبع محاضرات فاشتركوا بالقناة وانتظرونا قريبا جدا لنبلش بهالكورس وبالمناسبة في عنا هاد الموقف حاطينه الان على ستوك فيش عشرة ومتل ما شايفين غير قادر انه يحلوا عم يعطيني صفر فاصلة صفر صفر يعني الموقف تعادل فرح نوقف التحليل الان هون الابيض يلعب ويربح ما رح نحله هلا رح نحله لاحقا ننشر حله ففكروا فيه واكتبوا لنا الحل بالتعليقات وشكرا للمتابعة انتظرونا قريبا والسلام عليكم ورحمة الله